موسيقى التاسع صباحا بتوقيت القاهرة موجز لاخر الاخبار من قناة اهلا بكم اعلنت القوات المسلحة القضاء على 21 تكفيريا شديد الخطورة والقبض على 232 ارهابيا ومطلوبا جنائيا ومشتبه بهم اضافة لتدمير 391 وكرا ومخزنا تابعا للعناصر الارهابية بشمال ووسط سيناء خلال الايام الماضية جاء ذلك في البيان 21 للعملية الشاملة سيناء 2018 كما اشار البيان الى استمرار القوات المسلحة في طرح وتوزيع كميات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لضمان امداد المواطنين من اهالي شمال ووسط سيناء بكافة الاحتياجات المعيشية سوريا تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري في الجيش السوري لعدوان اسرائيلي بالصواريخ على الاراضي السورية ودمرت العشرات منها وبحسب وكالة الانباء السورية فقد استهدفت الصواريخ الاسرائيلية مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري ومستودع ذخيرة وموقع رادار مشيرة الى ان بعض الصواريخ استطاع استهداف عدد من كتائب الدفاع الجوي والرادار ومستودع ذخيرة يأتي هذا فيما شن الجيش الاسرائيلي هجوما صاروخيا استهدف مواقع عسكرية بالقرب من مدينة البعض في ريف القنيطرة في سوريا من جانبه حذر وزير الدفاع الاسرائيلية فيكدور لبرمان ان اسرائيل لن تسمح لايران بتحويل سوريا الى قاعدة لشن هجمات عليها في سياق المتصل ذكر مسؤولون اسرائيليون انه تم ابلاغ الروس بالهجوم قبل وقوعه قال البيت الابيض ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعد لفرض عقوبات جديدة على ايران خلال فترة قريبة لضمان عدم تطويرها لاسلحة نووية وذلك عقب اعلان ترامب انسحب بلاده من اتفاق ايران نووية من جهتها اكدت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز التزام بلادها التام ان لا تمتلك ايران اسلحة نووية مشيرة الى انهم سيواصلون ممارسة اقصى الضغوط بفرض عقوبات هائلة على تهران كما اوضحت ان كل العقوبات التي كانت قائمة قبل الاتفاق ستعود كما كانت اكد وزير الخارجات السعودية عدل لجبير ان بلاده ستفعل كل ما يلزم لحماية شعبها وستسعى للحصول على قدرات نووية اذا فعلت تهران جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة سي ان ان الامريكية حول قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الايراني وكان لجبير اعلن في وقت سابق عبر تويتر تأييد الرياض لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع تهران وتدعيم قرار اعادة فرض العقوبات الاقتصادية على ايران اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نتائج الاولية الرسمية للانتخابات البلدية الاولى في البلاد منذ عام 2011 وتبين ان حزب النهضة حل في المرتبة الاولى في تونس العاصمة بالحصول على 21 مقعدا في حين حل حزب نداء تونس في المرتبة الثانية جامعا 17 مقعدا من مجموع 60 مقعدا ولم تتمكن النهضة وفقا لهذه النتائج من حصد الاغلبية لتتمكن من تسلم رئاسة البلدية استقبل رئيس الامريكي دونالد ترامب في قاعدة اندروز بولاية ميرلاند الامريكيين الثلاثة المفرق عنهم من قبل كوريا الشمالية واشار ترامب في محادثة هاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي مون جي ان ان افرق كوريا الشمالية عن ثلاثة امريكيين موقفين لديها سيكون مفيدا لقمة بيونجيان وواشنطن بدوره هنأ مون ترامب باخلاء سبيل الامريكيين وصفا هذه الخطوة بالقرار المحمود ختام الموجس في اماننا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة